بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في مقرر الكيمية الكهربية كيم 233 نواصل في الوحدة العاشرة وفي أنواع الخلايا وننتقل إلى الخلايا الثانوية ومثال لهذه الخلايا هي بطارية السيارة أو ما يعرف بمركم الرصاص وتتركب بطارية السيارة من وعاء مصلوع من الأبونايت وهو وعاء من البلاستيك المقوة وبداخله مجموعتان من الألواح الشبكية الرصاصية الأند في بطارية السيارة يتكون من الرصاص الإسفنجي بينما الكاثد يملأ بعجينة من ثاني أكسيد الرصاص بينما الإلكتروليد هو عبارة عن حمض الكابريديك المخفف في تفاعل الأند فإن الرصاص يتم أكسد من رصاص صفر إلى رصاص موجب اثنين ويتم فقدان إلكترونين أما عند الكاثد فيحدث اختزال حيث يختزل الرصاص في أكسيد الرصاص من حالة موجب أربعة إلى موجب اثنين ويتم أيضا اكتساب إلكترونين وهذا هو تفاعل التفريغ الكلي وهو التفاعل الذي ينتج الكهرباء ويعتبر هذا التفاعل تلقائي حيث تعمل الخلية كخلية جلفانية زاد قوة دافعة كهربائية مقدارة 2.05 فولت يمكن إعادة شحن البطارية لأنها بطارية تعتبر خلية ثانوية حيث أن طول مدة استخدام البطارية يؤدي إلى ضعف تركيز حمض الكبرتيك الموجود بها نتيجة استهلاكه وزيادة كمية الماء الناتجة مما يؤدي إلى نقص كمية التيار الكهربائي الناتج وتحتاج إلى إعادة شحنها ولأن الخلية هي خلية عكاسية توصل بمصدر خارج للتيار الكهربائي له جهد أكبر من جهد البطارية مما يؤدي إلى إنعكاس التفاعل الذي يحدث عند الأقطاب ويؤدي إلى تحول كبريتات الرصاص إلى الرصاص بينما ثاني أكسيد الرصاص أيضا يعود إلى التكون كما أن تركيز الحامض يرتفع ويسمى هذا التفاعل بتفاعل إعادة الشحن ويعتبر تفاعل الشحن غير تلقائي لأنه يحتاج إلى مصدر خارج للتيار الكهربائي ويحتاج إلى فرق جهد أكبر من جهد الخلية وتعمل الخلية في هذه الحالة كخلية إلكتروليتية ومن مميزات المركم الرصاصي أنه يمكن إعادة شحن كما أنه يعطي قوة دافع كهربائية كبيرة ومن عيوبه أن هذه الخلية كبيرة الحجم تحتوي على سوائل مما يصعب حملها ننهي هذه المحاضرة ونلتقي في دروس لاحقاً